نجهز عبنا الناون نقلوز as a subject of a sentence طبعا معنى هذا الكلام نكتب عليه ملاحظة ملاحظة تقول ملاحظة تقول في هذا الموضوع المقصود به المقصود به أن هناك أكثر من كلمة ستحل محل الفاعل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نكتب ملاحظة أخرى رقم 2 ملاحظة رقم 2 الملاحظة تبدأ على شكل سؤال كيف نعرف ما هو الفاعل ملاحظة رقم 2 كيف نعرف ما هو الفاعل ؟ ملاحظة ملاحظة الملاحظة ملاحظة ملاحظة أي كلمة تأتي قبل الفعل أو أو الفعل الرئيسي تسمى بفعل طيب شون يعني خلينا نوضح يقول لك هنا يقول لك إذن هذا شكل شيئاني قبل الإز اللي هو الفعل لمساعد الإز هذا هو الفعل وهذا يسمونه ناون كلوز as a subject إذن هذا ناون كلوز as a subject of a sentence يعني يعني هو ناون كلوز كفاعل يعني جملة اسمية ولكن هي فاعل جملة اسمية بيها أكثر من اسم جملة اسمية بيها أكثر من اسم why they do in their free time is none of my business إذن ال is هنا هي دليل على أن شوكوشي قبلها هذا هو الفاعل حتى الجملة الثانية الجملة الثانية أنا عندي makes makes الفعل الرئيسي شوكوشي قبلها هذا هو الفاعل حتى الجملة الثالثة approves هذا الفعل الرئيسي إذن كل شيئ قبلها هذا هو الفاعل the ten sum that there when the now we close must be logical relationship to the main verb آه هيت ما نحتاجها طيب نتجي هنا طبعا هذا أكيد هذن هون نقلوز هسه نقول هنا underline the subject of the each sentence هذا سواء كل شيء حيوي بسيط وسهل يقول لك حدد لي الفاعل وين الفاعل our discussion هي الفاعل شون عرفناها is was شوكوشي قبلها فاعل نتجي هنا reason for being angry surprised me هذن كلها الفاعل ليش الفاعل لانسلوب رئيس هو الفعل الرئيسي what she said was rude إذن هاي كلها فاعل ليش لأن الوازل فعل المساعد من عندي فعل مساعد أو فعل رئيسي شوكوشي يجي قبلها هذا هو الفاعل who you are dating is none of my business فاعل وإلى آخره with another student تير هنا يقول انت وطالب ثاني اخف ادوار وحل سو محادثة يعني هذا التمنين صراحة من حتاجه طيب هنا يقول restate each sentence using noun clause as a subject هذا سؤال حلو ومهم يقول عيد صياغة الجملة ولكن استخدم noun clause the president's destination was a secret where the president was going was a secret حلو هنا هذا شوكوشي يجي قبل الوازل هذا هو الفاعل الوازل هنا فعله مساعد شيريد من عندي يريد من عندي يريد من عندي آني أنطي بناء ونكلوز جملة اسمية تكونك فاعل يعني فاعل إلى أكثر من طيئ من الكلية where the president was a secret where the president went was a secret أينما ذهب الرئيس كان ذلك سرا طيب this time the time of the department was also secret طيب يجي للتام that time نقول الانش راح نقول بدال التام راح نقول when when the president when the president leaves leaves عندما عندما غادر أو الوقت الذي غادر فيه الرئيس كان سرا was a secret إذن أنا ضفت البدال التام الوين حتى أخلي عندما حتى تكون جملة وصفية يعني حتى أسويها فاعل يعني مجرد أنا راح أصيغ من عندي فاعل ألف صيغة كلن صح أهم شي تركيب مالتي يكون صحيح للاحظ كل ناون نكلوز بيهن أدوات الربط الwhere الwhere اللي هنا عندنا why when بإن كل ناون نكلوز فإحنا هنا لما نقول his elegance of the world affairs نا لازم أخلي وقت بشي غير عاقل مثلا إذا time أقول when إذا مكان أقول where أنا أضيف من عندي الريدر he will meet makes everyone everyone nervous نا the leader ممكن أقول the people who he will meet الناس الذين ه ه ه ه ه ه لأنا ليش ه ه ه ه ه ه ه ه لأنه إذا أنا ما عندي ه 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 السؤال الذي يستخدمه هنا كأدوات ربط طبعاً أنه ليس معناها عينة ومتى ولكن استخدامه هنا لأنه لا يوجد استخدامه هنا فهو استخدامه هنا بمعنى التي أو الذي لا يوجد شيء بمعنى يعني إذا ما عندي ما عندي ناوني كلوز لأن أخلقنا للناوني كلوز بالبداية خبناها ناوني كلوز هي عبارة عن كلمة تحتوي على أداة ربط فأنا هنا أقول لك وات شوفنا هذا ربط وات شوفنا هذا ربط وات شوفنا عدنا وين حسنا هذا أمر نقول لك يقوم بمعنى مجدد من طريقة أخرى هذا ربط يأتي طالب ثاني يأتي التمارين لا تدعينا له أو مهم ناون نقلوز ناون نقلوز ناون نقلوز ناون نقلوز كمفعول به نكتب ملاحظة الناون نقلوز هي جملة اسمية نجحسة ناون نقلوز نكتب عنا ملاحظة عندما نقول فهذا يعني ملاحظة سيناwind عم gdy ثم الـ object of the sentence المفصود به هو المفعول به حيث يأتي بعد الفعل الرئيسي دائماً يجينا بعد الفعل الرئيسي يأتي بعد المفعول به مباشرة ويكون عبارة على أكثر من كلمة يعني يحتوي على أكثر من كلمة لا أعلم هذا لا ما معناه؟ معناه يعرف فعله اسم لا فعل إذن هذا اللي يجي وراها راح أقول لها يا بنت الحلال أنت ناو نكلوس as object مفعول به ليش مفعول به إذن إجتني ورا الفعل مباشرة نفس الحالة وكل حد شيء ونفس السؤال فرناق التمارين أخر هنا يريد الأوبجكت المفعول به طيب the answer هي المفعول به ليش اللي جيتني ورا الفعل I don't know the answer I like where she lives I like where she lives I like where she lives اللي هي المفعول به I can't tell you what the answer is هذا كلية المفعول به شون عرفته لأنه يجي ورا الفعل I don't know him الضمير him أيضا مفعول به أنا لا أعرفه بمعنى أنا لا أعرف علي مثلا أنا لا أعرف أحمد أنا لا أعرف فلان هذا فلان مفعول به فأني فاعل يعرف فعل فلان مفعول به حتى لو استبدأتها بضمير فالنفس الشيء I don't understand why يفهم الفعل الرئيسي هذا اللي يجي وراها رح أقول له أنا أبداً حلال I love their apartment Their apartment مفعول Do you remember what is their name هذا مفعول لأنه يجي ورا الفعل لا يتذكر فلان يقرر ما يجي وراها وهذا المفعول فلان مفعول بعد أن أعرف بعد أن أعرف كنت تذكر كنت تذكر أنا أريد تكمله وتكمله وتكمله مفعول به أين نحن سنذهب وظيف من عندي هذه المثال أنا أين سيذهب إلى أين سيذهب بنا و أراد أن أعرف أين نذهب أين نذهب الآن أنا أضفت بعد الو طبعاً أنا لو أريد أن أعرف كيف عرفت مفعول به الآن يعرف جاني ورا مفعول به و هذا هو الوجه 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 كمفعول به حتى أنا يسألني هذا الفعل الرئيسي الشبش يجينا ورا مفعول به فعل و أعزول عليه مفعول به هنا فعل ناو يعرف ناو يعرف ناو يعرف ناو يعرف السيد يقاله فعل 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 يعني كلهم فعل كلهم فعل يعني هذا السؤال يجينا بالامتحان نجر لخط جوه مثلاً مثلاً على سبيل المثال مثلاً خلينا نقول مثلاً زي MAC مثلاً بداية الجملة هي فاعلة بداية الجملة ستكون فاعلة من تكون بعد الفعل الرئيسي اسك مي وهذا السؤال هذا سميه مفعول بي لان اجا وراء الفعل مباشرة سنأخذ هستفد شيء سمونا Object of preposition طبعا هذن الموضوع مرتبطات وحده ببعضها ما اقدر افصلهن وريد اشرحهن بطريقة متواصلة ما اريد اقطع به ابدا ليش لانه لانه فهمهن اذا كان متباعد يعني تفهم موضوع اليوم مباشر موضوع راح تخربط فلازم يشرحهن حتى يكون متفصيلي حتى تفهم الفكرة انه تربطها نوي مع بعض هسه انا اخذنا ولازم يعيد بهن كلهن حتى نقدر نروفن اخذنا المفعول النون كلوز جملة الاسمية كفاعل وقلنا تجي بالبداية واخذنا النون كلوز كمفعول به وقلنا تجي وين بالنهاية بعد الفعل الرئيسي هسه راح ناخذ النون كلوز الجملة الاسمية كأوبجكت أوف مفعول به لحرف الجر طيب شنو معنى مفعول به لحرف الجر اهنا كل سهلة راح نلقى قبل الموضوع قبل الكلمة راح نلقى حرف الجر فمثلا منها قول إن معناها في اذا ها حرف جر اذا هذا اللي اجا وراها راح اقول لها سلام عليكم راح تقيلوا عليكم وانسلام انتي ناو انكلوس أوبجكت أوفجكت مفعول به لحرف الجر نفس الحالة حرف جر ايضا نجا وراها اوان حرف جر ايضا نجانا وراها نفس الحالة هنا موضوع جدا 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 بسيط حرف الجر اللي يجينا ورا حرف الجر راح اقول عليها ناو انكلوس ما هي ناو انكلوس ناو انكلوس مفعول به لحرف الجر طيب بس لن انسى ملاحظة جدا مهمة حسنا لو قرأنا ذنني كل من نلقى بيها ادوات الربط واتفا هاو الوات لأنها ادوات السؤال ويستخدمن لأدوات الربط في وسط الجملة الان لو جيت على هاي الجملة كم think to me she was looking at my painting هذه الجملة ليهنا ادوات كم investية ولا بيها ادوات لا ليه، لا لن ادوات لن ادوات اطلق الرحالي مثلا شنا كان ها Voice was looking at my painting كانت تنظر الى رسمتي مثلا، ايالني لادث� فمانa مGER كانت تنظر الى ما كنت فعلي اضفت وت من ضفة What صارت هنا Known Class As Object Prequisition Known Class As Object Prequisition وفعول به لحرف الجر اللي هو الآت طيب وين اضيفه؟ اضيفه ورا ورا حرف الجر هاي طاعد انا اضيف من عندي What, Where وعاد اغير به مثل ما اريده ونفس الحالة نفس الحالة طيب هاي 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 سنجي على Objective Reposition As Known Class As Adjective Complement تكملة الصفة طيب شنو معنى تكملة الصفة Known Class As An Adjective Complement Complete The Meaning Started By The Active By The Adjective طيب الان عندنا في هذا الموضوع يسمونها تكملة الصفة ما معنى تكملة الصفة خلينا نكتب عنا ولاحظة في Adjective Complement تكون الكلمة نقوم بياس طيب مكتب بلاحظة في هذا الموضوع يحتوي على سوف نجد سوف نجد وصف 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 تكميلي وصف تكميلي للصفة وصف تكميلي للصفة يعني نكمل معنى الصفة نكمل معنى الجملة طيب مثال عليها I am sure that he will succeed أنا متأكد بأنه سوف ينجح He will succeed I am sure of it أنا متأكد من ذلك الآن that he will أنا متأكد الآن من قلت أنا متأكد المعنى ناقص قلت له that he will succeed بأنه سوف ينجح الآن بأنه سوف ينجح هذا يسميها adjective complement ما يعني adjective complement يعني تكملة للصفة يعني أوصفة الحكي أو خبرت الحكي حتى أوصف حتى أكمل المعنى لأنه قلت أنا متأكد طيب متأكد بيش متأكد بأنه راح ينجح طيب هستم I am convinced تم إقناعي that she was unhappy بأنها أنا مقتنع أو يعني أنا مقتنع بأنها ليست سعيدة أنا مقتنع سكتت أنا متأكد بأنه سوف ينجح أنا متأكد بأنه سوف ينجح أنا متأكد بأنه سوف ينجح أنه سوف ينجح و تكمل السلوية I am convinced John cheats on every exam I am convinced I am convinced that John cheats on every exam أنا متأكد بأنه جون ينجح و كل الامتحانات الآن أنا شو مسوي لي ضيف لهذا الكلام بالأخير طبعا أقدر أضيف هذا الحاجة حطه بالبداية أقول we are aware نحن نحن عارفين that he always denies it نحن متأكدين بأنه دائما يأجل الامتحان طيب الآن إذن بهذا التمرين هاي الحاجة لازم هاي المعلوم نضيفها بالبداية وبعدين نحن نحط ذات من عدنا ليش أنا أود أنصير أداة ربط وهذا الكلام دائما دائما بمقدمة هذا الموضوع دائما بمقدمة أنا متأكد أنا عارف أنا مقتنع أنا كذا أنا كذا بأن ذات حط لها ذات وياه يعني بمعنى يعني مثلا I am afraid I am afraid that he is going to be very stupid أنا أخايف أنه يكون يعني يكون جدا I am going to be أنا متأكد بأنك أنت راح تكون جدا متفاجئ أنا متأكد بأن أنت راح تتفاجأ جدا يعني أنا تتفاجأ بشكل كبير جدا يعني I am afraid that أنا خليت ذات من عندي أنا خليت ذات من عندي وأكمل المعنى يعني مو 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 ما بيها أي مشكلة مجرد هاي راح نجيبها نخليها بداية الجملة وبعديا نحط ذات من عندنا طبعا ضروري نخلي ذات نعم ضروري جدا لأنه إذا ما خلينا ذات أصلا ما راح يكون عندي noun close بالنسبة لموضوع الـ other words the noun close هذا يعني الفكرة مالتة أنه لمرات تجيني الـ whoever whenever وهذه من تجيني تعتبر noun ما عليه كله تركيز مثلا I will invite whoever whoever shows whichever however whenever هذا أيضا تعتبر نسميها noun close فإذا أجابني خط جوا أقول لي يابا ترى هاين now close ترى هذي now close ما بيها اي شيء جديد يعني نفس النظام نفس الحال شيء طعب صحيح بس خلينا شوف بقى عدنا الى شيء بهذا النين هذني آخر شيء الوية that نعم close with that we assumed our son was sick هذني يعني دا يعيد ذاك به that بأن هي now close بالامتحان بالامتحان دائما الاساتذة يجيب لك جملة ويقول لك أريدك تطلع لي نوع now close شنه نوعها نطينا نوع now close الجملة الاسمية لأنواع شنه أنواعها as a subject كفاعل كمفعول به object preposition كصفة تكميرة الصفة object complement لأن كل نحفظ كل نحفظ ونركز عليهم ونحفظ عليهم أمثلة نحفظ عليهم أمثلة طبعا هذا الموضوع subject or form هذا موضوع شوية ممثل هذا الأشياء جديدة لا أريد ندخل بها حتى ما يصير شوية خربطة بالمواضيع هذا الموضوع الذي شرحت هذا موضوع مترابط وناس ترتبط بناس وملاحظات نقاها نسوية وننبط